نظم القسم العلمي بهيئة علماء المسلمين ندوة بعنوان أحكام التداوي في الفقه الإسلامي قد أباح الله تعالى للناس التداوي بكل مباح لا يشتمل على محذور شرعي ولما كان الإنسان يضعف حال مرضه ويتطلب الشفاء بأي سبب يظن نفعه صار ذلك من أسباب وقوع بعض الناس في أنواع محرمة شرعا من الأدوية الحسية والمعنوية وتضمن المحور الأول للندوة حكم التداوي بالمحرمات قدمه الدكتور عمر مكي إذ هو من مكملات الحفاظ على النفس من أجل اتخاذ التدابير اللازمة لمنع سراية الأمراض وإفضائها إلى تلف النفوس إذ حفظها مقصد شرعي كلي ومن هنا تظهر عظمة نصوص هذا الدين القويم وتأصيلها للقواعد العامة التي تندرج فيها كثير من التفصيلات الدقيقة والوافية بل وتشتمل على الاحتمالات والافتراضات الفقهية الدالة على اتساع الفقه الإسلامي وسموه ورفعته أما المحور الثاني فتناول حكم المداوات بين الجنسين للدكتور حاتم الضاري قد تصد المفتون سواء كانوا أفرادا أو مؤسسات كالمجامع الفقهية وغيرها إلى هذه النوازل الجديدة ومن هذه المسائل القديمة وفي نفس الوقت الحادثة مسألة التداوي بين الجنسين وقولنا قديمة لأن علماء المسلمين قد تتطرقوا إلى بيان أحكامها في كتب الفقه القديمة كالمراجع الموجودة لدى المذاهب الأربعة المشهورة وقولنا أنها حديثة فلأن هذه المسألة أي مسألة الطب قد تولدت منها تخصصات جديدة وتفرعت عليها مسائل كثيرة جديدة لم تكن معهودة عند الأوائل فيما تضمن المحور الثالث حكم نقل الأعضاء وزرعها للدكتور عمار عبد الكريم في زماننا اليوم أصبحت هناك تطورات كبيرة في الطب هذا التطور ألجأ الفقهاء إلى البحث في قضية مهمة جدا تتعلق بها الحياة ويتعلق بها الموت هذه القضية هي قضية زرع الأعضاء نقل العضو من جسم إلى نفس الجسم أو نقل العضو من جسم إلى جسم آخر إنسان آخر في الحقيقة وجدت هذه الندوة رائعة جدا لأنها تناولت قضايا مهمة في حياة الإنسان وهذا يدل على وعي من قام بهذه الندوة ومن جهز لها لأن الناس بحاجة إلى مثل هذه المواضيع وفي الحقيقة من تكلم في هذه الندوة هم أهل اختصاص ورجال قد اطلعوا على الفقه ودرسوا الفقه وأجادوا فيما طرحوا وفي الحقيقة أمتعونا في هذه الندوة وهذا الكلام الذي نحتاجه دوما ويحتاجه الناس وخلصت الندوة الاختلاف فتاوى الفقهاء حول تلك الأحكام والتفصيل في حكم التداوي وأثاره ونتائجه وضرره والمباحي والمكروه منه وضرورة جلب المصالح ودرء المفاسد والتأكيد على البعد الديني اشتركوا في القناة